ذوي المخطوف وتفاصيل الحادثة اللي حصلت يعني مجرياتها وآخر ما توصلنا السلام عليكم شيخنا شيخنا اليوم خلي نحتي وين توصلت بالقضية يعني انت اليوم الصبح كان عندكم لقاء مع ممثل القنصة الإيرانية في الباصرة شكرا جزيلا جزاكم الله خير هذا فضل الله ومسعاكم انتم القنوات الفضائية اللي ادخلت ونشرت قضيتنا طبعا بداية الامر ما كان اكو اهتمام من قبل الجميع لكن هسا الافضل وبعد ما التقينا مع القنصر الإيراني بالبصرة يعني احنا كان يعني مثل ما تقول هدفنا انه شكوى شكوى ضد الوضع اللي موجود فيه إيران وقدمنا الشكوى واستقبلوها برحابة الصدر ونفس الوقت اجروا هم مكالمات وإلى دولة إيران وتابعوا الموضوع وتأكدوا بين اولادنا موجودين في تبريز أنا بالنسبة لابني يعني ابن عبدالله صبر البوم ساعد مياح من سكنة بغداد من سكنة بغداد المحمودية تأكدوا انه موجود حاليا في سجن ايرمن بعد ما فقد الوعي في قراج مدينة تبريز من نزل من مدينة الخوي اللي هي جبال على حدود تركيا بعد ما حولت المبلغ المالي للعصابة بعد ما حولنا المبلغ وبعد ما وصلنا كل الجهات الدولة سواء بإيران أو بالعراق أو في كردستان عد الأشايس كلهم بلغناهم لكن مجرد أملي وانطي أوراقك وانطي التصوير وانطي الأرقام اللي تخابرك وطينا يا رقم قلنا لهم رقمين إيراني وواحد تركي نهاية الأمر أروح أخذ راحتك أنا صار لي من تاريخ خطف ابنة من تاريخ 26 سبعة الفين وثلاثة وعشرين يعني راح يقبط شهر ماكو حركة ولحد هذه اللحظة أنا أتعجب على رئيس الوزراء على دولة العراق ماكو حركة من عدهم يعني تعتقد الموضوع بعد ما أثير بالإعلام وأصبح قضية رأي عام صار منه الموضوع توجه عليه شيء من التوجه أقول من ضمن الأمن الوطني تدخل الاستخبارات حاليا اتصلوا بيه عمامي في بغداد إنه إجوا عليهم الاستخبارات وأخذوا أحد أولادهم حتى يتحققون وياه ويشوفون شلون طريقة ابنهم وين سافر وين راح الأربيل وشنو عمله شيخ ميد اليوم الكل يسأل إنه شنو السر أنه هذه العصابة هي ربما تختطف أغلب الأشخاص العراقي الموجودين يعني هم أغلبهم طالعين سفر السياحة شلون صارت العملية القبض أو عملية الاختطاف طبعا للعلم إحنا حسب ما افتهمنا إنه قبل لا يروح عبد الله أو غير عبد الله من هاي الشباب كان أكو اتصال عن طريق الفيسبوك والتواصل الاجتماعي وهي شخص آآ يدعى اسمه هارون من أربيل يعني من كردستان وموجود إنه صورة هذا الشخص مرشد سياحي لو شنو هو لو تشوف وضعه وصورته وهذه هيئتمل آآ سياحي وصاحب قروب ويستغل الناس وتعال وين تريده وديك تريده هربك تريده عبرك الأوروبا يعني يقدم كل الخدمات بأسعار يعني كلش رخيصة يغر الشباب ويستدرجوهم ويسحبوهم إلى أن يخلوهم بالوكر مقر العصابة اللي هو حاليا موجود الغار شون توصلتوا للمكان الموقع احتجاز الشباب الموجودين والله إحنا عدنا عن طريق الجوجل اللي خاص بتليفون عبد الله وعن طريق التواصل اللي ظل مستمر بينه أنا شخصيا بتليفوني وتليفون العصابة اللي يعني صار بيناتهم اتصال وإذا أضاف لهذا الشيء بعد ما أكدنا أنه عبد الله فقد الذاكرة بمنطقة تبريز وجابته سيارة من مدينة خوي إذن عرفنا هو نازل من جبال هذه المنطقة هذا تحليل لكل الموضوع خشوف هناك سيد سيدنا اليوم إذا نحكي على موضوع آخر ما توصلته إلي يعني حاولت سبع تالاف دولار للعصابة بالنتيجة اليوم الخطوات القادمة شنو يعني لحظ أنه دعوات لتظاهرة دعوات لمناشدة بسم الله الرحمن الرحيم كانت الجماهر العراقية تفاعلة تفاعلة هذا المقطع كلهم تفاعلوا وتأذوا من شافة وهذا الحادث بعد رادوا يظاهروا على القنصرية الإيرانية لأن لأن أخوي طلع عن طريق الشلام شو كلهم كان رايح زيارة لي لمشهد رايح زيارة ولكن قلت لك هذا الشخص هم كان مراسلي هذا الشخص هو نفسه هارون هم مراسل أخوي ومتفقه يجي يعني إلى هالمكان هذي ويعبره ما أدري شنون أوروبا تركيا ما أدري بس إحني إحني عرفنا يعني أخوي بهذا المكان وداني صور من الإمام الرضا عليه السلام وداني بآباد دولة آباد يعني وين بوين بات بها فندق نزل فالجماهر رادة تظاهر على القنصرية الإيرانية إحنا رحنا للقنصرية الإيرانية أنا والشيخ مهدي بمنتظر وقعدنا وياهم واستقبلوني قالوا إذا موجود بإيران خلال 24 ساعة بينكم يمكم هذا كلام القنصر الإيرانية قنصر الإيرانية واستقبلوني أحسن استقبال قال أخوكم إذا موجود بدولة إيران وين ما أكون مكان إحنا مسيطرين عليه أخوكم يجيكم خلال 24 ساعة بس هذا الرقم كان راسلكم تركي وأرقام إيرانية تصلوا بها طلعت أرقام المخطوفين ويا أخوي أكو رقمين إيرانيات راسلين الشيخ يعني ما أخذين أرقامهم يتصلون بها يأخذون أرقام المخطوفين إيرانيين يتصلون بالشيخ فإحنا قلنا إن عبانهم منفسهم إيرانيين خطفين فطاعت هاي الأرقام إلما همثين إيرانيين مخطوفين يعني حتى من إيران قاعدوا خطفون هاي عصابة تخطف من سوريا من إيران من شمال العراق من جنوب العراق من كل مكان تخطف في سبيل تبتاز أهلهم على مدى الفلوس ترجمة نانسي قنقر